أنا أنا وأنا على تواصل مع كهرباء كويس قوي وعارف أن نقول إيه يعني أنا عارف أن أنت كنته بس اللي حصل كمان يعني أنا بأكد عليه كذا مرة كابتن أن اللي حصل أصلا الغلط مش من اللاعب وكان هو أولى بأنه يبادر بأنه يقدم المذكرة دي لجنة الانضباط فأحنا أنت معملتش كده كلاعب وإنت اللي سبقته وروحتي يعني عارف اللي هو المثل بتاعيه درابني وبكى وسبقني واشتاك يعني هو فعلا كده هو المثل دلج والله يجيه على بالي دلوقتي فليه والحقيقة النهاردة أنت عملت يعني أثرت غضب ناس كتيرة جدا النهاردة فيه ناس كتيرة جدا غضانة منك وإنت أزمتك متكررة مع النادي الأهلي وتحديدا المرة دي النهاردة أنت يعني عمل بتضغط بشكل جامع جدا على المدار الساعات اللي فاتت وعلى كابتن حسام البدري المدير الفني للمنتخب علشان ما يضموش لقيمة المنتخب ليه بأي حق وإنت النهاردة بتستعد لمواجهة مهمة جدا توجو وبالرغم من ده كان فيه مكالمة هاتفية لكابتن حسام البدري مع كهرباء من أنه مش هيلتفت لده وأنه هيكون فعلا موجود في المعسكر المنتخب لكن ده بعد إيه؟ إيه اللي حصل؟ ليه ليه يحصل ده برضو؟ يعني ليه موضوع يتطرق للمنتخب وحسام البدري؟ وليه حسام البدري يأكد لكهرباء أن أنت في الحسابات بعد ما كنت خارج الحسابات؟ ليه ليه كلام ده؟ ليه التواطئ المخزي ده؟ ليه؟ ليه دي كالساسي هام يعني هو إحنا بنلعب كورة؟ وإحنا جايين نتخاني ونصفي حسابات أنا أنا هل فكرة ده مش بس في الكورة؟ ده مش بس في الكورة؟ ده في كل حاجة في حياتنا فيه ناس ما بتفصلش ما بتفصلش في الكورسي اللي هي قاعدة عليه وبين مصالحها الشخصية وخناقاتها ما بتحطش الحاجات دي على جنبه وتتعامل بضميرها أنا عندي مشكلة مع الضمير أنا عندي مشكلة والله العظيمة يدخل حسام البدري والمنتخب وإنك تستبعده في المشكلة بتاعت الزق الإيدين ويقل أصلا أن حتى يثار حتى في الأجواء دعيم أن ممكن أحد رجال اللجنة الخماسية ممكن يقعد مع الكابتن حسام ويقول له خد ده وما تخدش ده هي الفكرة كلها نحن بنتكلم على منتخب مصر هل منتخب مصر وقيمة منتخب مصر بتدار من داخل أعضاء اللجنة الخماسية ولا من جانب الجهاز الفني الكابتن حسام البدري هل بتدار على حسابات معينة ولا حسابات فنية بحتة للكابتن حسام البدري هو دوت السؤال كهربة من أسبوع كابتن حسام البدري قال له أنت ماشي كويس وانت معنا المعسكر اللي جاي وسائل الإعلام أو السوشيال ميديا خلال تصرحات واختبارات الكابتن حسام أصلك لا كهربة برة طب كهربة برة ليه من أسبوع كان موجود وتخلي حسام البدري يكلم ويقول له لا أنت معايا في المنتخب أنا هضمك للمعسكر يعني هي ده المعادلة ده المعادلة الصعبة اللي أنا مش قادر أفهمها خلينا نتكلم تاني بكل الخطوط العريضة النادي الأهلي مؤسسة عظيمة النادي الأهلي كي يتدار بشكل احترافي بشكل كبير مجلس إدارة احترافي بشكل كبير جدا عن طريق كابتن محمود الخطيب النادي الأهلي ما بيسيبش حق أولاده ولو كان كهربة غلت وتفتكروا معايا مكالمة كابتن سيد مبرح كابتن الخطيب قال لي سيد لو كهربة غلت إحنا أول ناس عن عقبه إحنا أول ناس عن عقبه مليون جنيه قبل ما تطلع العقوبة من اتحاد القرى الفترة اللي فاتت على كهربة ليه لأن ممكن النادي الأهلي شاف إن كهربة أخطأ مليون جنيه غرامه النادي الأهلي ما بيضارش بحسابات معينة النادي الأهلي عنده مبادئ تاني والنادي الأهلي بيشتغل بأساليب احترافية بحتة كهربة لما يغلط بيتحاسب كهربة ما غلطش النادي الأهلي إن شاء الله هيأخذ حق الكهربة لكن كل دو اعتقاد الشخص إن كابت محمد فضل خسر كتير جدا 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 ما تكلمش على شعبات النادي الأهلي أو جمهير النادي الأهلي لكن على المستوى المسؤول المسؤول غير المسؤول بس طبعا الأزمات موجودة من أيام السبر لما حضرتك طبعا رحت قدمت الاسطوانة المدمجة وقلت حصلت عليها من قناة أبو طبي وقناة طبعا اللي كانت ساعتها لها حقوق بس المباراة مباراة السبر بن الأهلي وزمالك وقالت لك لأ دا ما حصلش فطبعا يعني بقى شكلنا مش حلو شكلنا مش حلو والحقيقة ما كناش نتمنى إن الأمور توصل للمرحلة دي بس اللي بيحصل برضو من كابتن فضل وكابتن النهاردة يعني مش هقول حسام البدري لحد دا ما يحصل أكشن بس مش منطقي أبدا ومش طبيعي والأهلي الموسم دا انت النهاردة في حتة تانية خالص بشهادة الجميع وأرقامها القياسية وبحققها الأهلي وبيكسر بها بيكسر بها أرقامه هو يعني انت بتنفس نفسك صحيح يعني الأهلي بينفس نفسه بيكسر أرقامه القياسية هو فأنت النهاردة يعني إن فيش داعي أن انت تعمل مشكلة من لا مشكلة البادي أظلم وندي الأهلي مش هيسيب حق كهرباء لو فعلا معا الحق وده اللي احنا قلناه ويمكن حتى يعني حتى في الغرف المغلاقة لما هنا بنتكلم ولا لما كذا إيه انت اللي مش عايز تثير الأزمات إحنا اللي مش عايزين نثير الأزمات ومع ذلك إنت اللي بتعمل هذا التصعيد فلا خلاص بقى طالما انت اللي بتصعد يبقى نشوف بقى مين كل واحد كل واحد ياخد حقه طالما الحق معانا تبقى عنينا أدي كده